عيد ميلاد الملكة رانيا الـ 53 في عام استثنائي من الفرح بصادف اليوم 31 أغسطس عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله عقيلة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حاكم المملكة الأردنية الهاشمية في عام استثنائي من الفرح فهي أم العروس وعريس وخرجين في 2023 بتستقبل الملكة رانيا الملقبة بملكة الألود عام جديد بتحديات وجهود مستمرة في تمكين نساء الأردن وشبابه ودعم القضايا الإنسانية واللاجئين ومحاربة الإسلاموفوبيا أمام المجتمع الدولي الملكة رانيا العبدالله اللي تبعت على مدار العام برامج التواصل المحلي من خلال زيارتها للبوادي والورا والأرياف في محافظات المملكة وقبلت فيها شباب وشبات الأردن الطموحين سمعتهم عن قرب وصخرت كل الإمكانيات لإثبات ذاتهم وأحلامهم في تأسيس شركات ناشئة وأعمال ريادية كمان برنامج الملكة رانيا اليومي اللي صخرت أغلب يومها في خدمة أبناء شعبها تظاهر في تحركاتها دايما ومقابلتها للسيدات الأردنيات في الجمعيات وفي مقرات المبادرات اللي بتقدم فيه السيدات احتياجات مرة تقوم لتحسين المستوى المعيشي لأسرها شركة الملكة رانيا في افتتاح معرض تصميمات نهر الأردن الخامس والعشرين اللي ضم منتجات مستوحا من تنوع التراث الأردني بأرجاء المملكة وما ننساش نشاطها طبعا للسنة التانية على التوالي اللي بتهتم ملكة الإنسانية فيه بإرسال بعثة لأداء مناسك العمرة واللي بتضم أكتر من خمسمائة سيدة من محافظات المملكة من أسر الشهداء والمتقاعدات والناشطات في خدمة المجتمع ومن المستفيدات من الجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني جلالة الملكة اللي تبدأ عامها الثلاثة وخمسين في عام الأفراح للعيلة الهاشمية لأن عشرين تلاتة وعشرين كماليان بالمناسبات السعيدة اللي عمت البلاط الملكي واللي شارك فيها الشعب الأردني كله كأسرة واحدة وده حصل لما الشعب شارك الملكة رانيا وجلالة الملك عبدالله الثاني فرحتهم لزفاف الأمير الحسين ولي عهد الأردن وزفاف رايحان الضار الأميرة إيمان وتخرج الأميرة السلمة من الجامعة وتخرج الأمير هاشم من المرحلة المدرسية الثانوية وطبعا ما ننساش مشاركتها على الصعيد الدولي في قضايا بتهم المجتمع الدولي زي قضايا اللاجئين والتمييز بينهم حسب العرق واللون وقضية مواجهة التحديات المناخية في العالم ده غير إنها بتشارك بجوار جلالة الملك عبدالله الثاني في مراسم دولية زي لما حصل لما شاركت بالحضور في مراسم تتويج الملكة شارلس الثالث ملك بريطانيا في يوم ميلاد الملكة اللي دايما بتبدأ كلامها مع أبناء شعبها وتقول أنا بينكم أخت وابنة وأم قبل أن أكون ملكة أنتم أسرتي وأنا أعيش من أجل أسرتنا الأردنية الواحدة بنتمنالها من موقعين مصر عام جديد سعيد وتستمر مسيرتها في العطاء والمواقف الإنسانية حفظها الله أنت كمان تشاركنا تحب تقول إيه لجلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها الثلاثة وخمسين اشتركوا في القناة